اكد اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمل الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز أن قطاع الطاقة يحظى باهتمام ودعم من جلالة الملك البلاد المعظم ومساندة دائمة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة لمملكة البحرين مبين سموه إلى أن الشركة القابضة للنفط والغاز ماضية في مواصلة تعزيز الاستثمار في هذه القطاعات المهمة بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين جاء ذلك لدى لقاء سموه أمس السيد راسل هاردي رئيس التنفيذي لمجموعة فيتول وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة وسعادة الدكتور عبد الرحمن جواهري الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين بابكو وأكد سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون إضافة إلى تعزيز المبادرات الرامية إلى تعزيز الاستثمار في قطاع النفط والغاز مبينا سموه إلى الإسهامات العديدة التي حققتها المملكة خلال المرحلة الماضية في التطور المستمر لهذا القطاع الهام كما تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون والشراكة في هذه المجالات ترجمة نانسي قنقر